أهلي لمباراة الزمالك أنا تباعة الفترة الأخيرة الناس كلها بالتأكيد يعني زعلانة وحزينة مش هتكلم عن نتائج حتى من الأداء لكن أنا الأوان وحنا بنتكلم النهاردة التلات قبل المباراة يوم الخميس يعني بنتكلم في حوالي 48 ساعة 72 ساعة اللعيبة بلا استثناء وصل لها كل الرسائل أو وصلت لها كل الرسائل اللي خرجت من الجماهير سواء عبر السوشيال ميديا أو حتى في استاد 30 يونيو يوم مباراة بيراميدز وكلنا شفنا الصور الخاصة بتدريب الأهلي بالأمس إن ده كان أول تدريب عقب مباراة بيراميدز اللي كان فيه راحة 24 ساعة بعد المباراة أعتقد الصور معبرة بشكل كبير جدا على إن اللعيبة نفسها حزينة ومتضايقة من النتائج والأداء اللي ظهر فيه الفترة الأخيرة لكن في نفس الوقت خلونا نتطفق إن اللعيبة دي هي اللي حققت 2 دورة أبطال إفريقيا و2 سوبر و2 برونزية وفازت على الزمال الخامسة وفازت على الإسماعيلي أربعة وفازت على الزمالك السنة دي في الدوري في الدوري الأول والزمالك تعادل مع الأهلي في الدوري الثاني وبالتالي الفرقة فيها لعيبة كويسة يعني بلاش نوصل لمرحلة إن اللعيبة اللي موجودة لا ترتقي للمشاركة مع الأهلي لا اللعيبة كويسة واللعيبة دي على مدار السنة تيرحققات إنجازات مفيش نادف مصر عارف في حققها وكسبت الفرق دي كسبت بيرمنز 3-0 وكسبت الزمالك 5 قبل كده وكسبت الإسماعيلي وعملت نتائج مبهرة في كأس العالم للأندية ولكن محتاجين خلق ده وفع الناس عتقول لي مهن اللعيبة مش محتاجة حد ديها دافع ده مجرد ارتداء تيشيرت الأهلي ده أكبر دافع لها أنا معاك وأتطفق معاك لكن في نفس الوقت لما نوصل لمرحلة إن في حالة هبوط في المستوى ونتائج سلبية في الفترة الأخيرة آه بنوجه رسايننا لكن في نفس الوقت ندي دافع للفريق عشان يقدر يتخطأ المرحلة اللي جاية